هذه أبرز العناوين بعد إيطاليا الرقراقي يطير إلى إنجلتيرا للقاء رباعي الأسود إبراهيم دياز يفاجئ المغرب ويرد على طلب الرقراقي بخطوة غير متوقعة هذا ما قاله يصفن سريع عن عودته القوية وأهدافه مع إشبيليا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعد إيطاليا الرقراقي يطير إلى إنجلتيرا للقاء رباعي الأسود يصافر وليد رقراقي مدرب المنتخب الوطن المغربي اليوم الجمعة إلى إنجلتيرا حيث يمارس عدد من اللاعبين الدوليين المغاربة وأكد موقع سبورتوان أن الرقراقي قرر استفر إلى إنجلتيرا للإطمئنان على الحالة الصحية لنيف أكرادا بعد إصابته رفقة فارقه الإنجليزية بالإضافة إلى الإطمئنان على عمران لوزا العائد بعد غياب طويل بسبب عملية جراحية خضع لها وحرمتها من المشاركة في كأس العالم الماضي بقطار وسيلتقي الناخب الوطني أيضا حسب ذات المصادر بكل من النجم المغربي حكيم زياش لعب تشيلس الإنجليزية وإلياس شعير المحترف في كوينس باركرانجارز لكن رقراقي قد سفر إلى إيطاليا حيث التقى بالنجم المغربي المحترف بالصفوف فارق ميلانا الإيطالي إبراهيم دياز لإقناعه بالاندمام إلى المنتخب الوطني ويتوقع أن يكون دياز ضمن لائحة المنتخب التي سيوجه إليها رقراقي الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام البرازيل والبيرو إبراهيم دياز يفاجئ المغرب ويرد على طلب رقراقي بخطوة غير متوقعة قرر لعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى ميلانا الإيطالي إبراهيم دياز تمتيل المنتخب المغربي في المحافل الدولية القادمة وأعرب لاعب ميلانا الإيطالي عن رغبته في ارتداء قميس المنتخب المغربي لكرة القدم خلال اتصاله بمسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم وسيحضر لاعب ميلانا إبراهيم دياز مع المنتخب المغربي في مارس القدم حيث سيوجه المنتخب الوطني كل من البرازيل والبيرو ونجح وليد رقراقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع إبراهيم دياز بارتداء قميس المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة حيث حصلت الجميع على جواز صفر مغربي لإبراهيم دياز فور اتخاذه اللعب مع المنتخب الوطني وذلك من أجل تغيير جنسيتها الرياضية من الفيفا وسيكون دياز مؤهل للمشاركة مع المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولة المقبلة والتي ستقام في مارس هذا ما قاله يوسف انصاري عن عودته القوية وأهدافه مع إشبيليا قال المهاجم المغربي يوسف انصاري صاحب الهدف الأول من التلاتية النظيفة التي فاز بها فريق إشبيليا الإسبانية على نادي بيئز فايندهوفنا الهولندي في دهاب التومن نهائي الدورة الأوروبية وقال يوسف انصاري إن أهدافه تساعد الناس وقبل كل شيء تساعد الفريق وصرح يوسف انصاري قائلنا جميع المباراة مهمة مشددا على أن الفريق سيواصل السيرة في هذا الطريق في إشارة إلى تحسنها وتوجه انصاري بالشكر للجمهور على مساعدتها وكذلك للزملائهم مشيرا إلى أنه يعمل حتى يركز على إنجاز مهمتها وهي التسجيل وأوضح انصاري أن النتيجة التي حققها إشبيليا في الدهاب تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإيابة المقررة في هولندا الخميس المقبل حيث يأمل النادي الأندلسي في تأكيد فوزه والعودة بتأشيرة التأهل من بلاد الطواحين وبعد انطلاقة مخيبة هذا الموسم مع النادي الإسبانية خطف انصير الأدواء في نهاية كأس العالم قطر 2022 مع المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلغه نصف نهاية البطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية وانعكس هذا الإنجاز على معنوية صاري الذي عاد من مونديا القطر بلياقة عالية وسجل منذ بداية الموسم عشرة أهداف مع إشبيليا في جميع المنافسات وكان مهاجم أصد الأطلس قد انتقل إلى صفوف نادي إشبيليا في يونيو 2020 قادما من نادي لغانيسا الإسبانية لمدة خمس سنوات في صفقة كلفت خزانة النادي 20 مليون يورو رد حاسم من الفيفا بشأن أزمة نجم مغربي بارز كشف الاتحاد المصر لكرة القدم عن موقع في الاتحاد الدولي للعب فيفا حيال قرار من عناد الزمالك من قيد صفقاته الجديدة والتي من ضمنها اللاعب المغربي أحمد بالحج وأصدر الاتحاد المصر لكرة القدم بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أكد على أنه تلقى رد بشأن أزمة قيد لعب الزمالك خلال فترة الانتقالة الشتوية الماضية واشدد الفيفا في رسالته للاتحاد المصرية أن أزمة الزمالك تبقى داخلية على المسؤولين على شأن الكروي في مصر الحسم فيها مع التأكد على اتخاذ الفريق جمع الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد قبل الحسم في الموضوع وكان الزمالي قد تعاقد خلال أمريكاة الشتوي مع كل من المغربي أحمد بالحج لاعب أسوان وناصر مسني مهاجم بنك الأهلية لكنه فشل في قيد اللاعبين بسبب ديونه لدى الاتحاد المصر لكرة القدم إسماعيل قندوس إنجاز المغرب رفع أسهمنا عاليا يعد إسماعيل قندوس المحترف في صفوف سانجلوازة البلجيكية أحد المرشحين بقوة للتواجد في قائمة المنتخب المغربي في دل تألقه خلال الفترة الماضية وكد قندوس أنه يشعر بالفخر بعد اختيار تمثيل المغرب وبما حقه منتخب الأسود في منذ القطر 2022 ووصوله للمربع الذهبي وتحدث إسماعيل قندوس في حوار له مع موقع كورا عن طموحاته في الفترة المقبلة والعديد من الأمور الأخرى بخصوص مستقبله مع فريقه ومع المنتخب الوطني وعن ما يقدمه هذا الموسم قال قندوس لو تابعنا الأرقام والنتائج فهو أفضل موسم لي أو من بين الأفضل فنحن نحتل وصفة الدور بفريق ست نقاط عن جينيك وحلم التتويج متاح أوروبيا انقلبنا كافة المضاية وكسبنا احترام الجميع ونحن نحتل صدرة ترتيب مجموعتنا في الدورة الأوروبية وننتظر مواجهة فرق عملاقة في المرحلة المقبلة وأضاف أنا هنا منذ أكثر من موسمين لكني حاليا أشعر أنني في كامل النج منظومة الفريق تعمل بشكل جمعي وهذا سر تفوقها وذلك ينعكس على اللاعبين بطبيعة الحال سعيد جدا بما قدمت وكل مرة أشعر أنني أتعلم وبملاقة لعبين كوبر أوروبيا أستفيد أكثر وما زلت أطمح إلى المزيد وعن موعد اندمامه لأصود الأطلس قال الخنوس كنت ضمن القائمة الموسعة للمنتخب المغربي قبل المونديال لكن المدرب كان بالكاد حل بالفريق ويصعب إجراء تغييرات حميقة واكتفى بعناصر رافقت التصفيات وأنا متفهم ذلك وطالما أنهم تفوقوا بشكل كبير في المونديال فمؤكد أنه كان محقا في اختياراتها لسه متعجلا لكن أعتقد أن دوري سيحين مع الرقراغي موندر الكبير يعترف بقوات السيمبا ويطمئن أنصار الرجاء أقر موندر الكبير مدرب رجاء رياضي لكرة القدم بقوات منافسه الثانية في دور مصابقة دور أبطال أفريقيا السيمبا التنزانية وذلك قبل المواجهة المقاررة بين الفريقين غدا السبت وقال المدرب التونسي لرجاء رياضي في ندوة الصعفية التي عقدها اليوم للحديث عن مباراة السيمبا قال إنه يعرف سيمبا جيدا والأخير خلق متاعب كثير لأندية إفريقية قوية فوق ملعبها وتبع موندر الكبير أن الرجاء ينتظره تحدي أخر ضد السيمبا بعد الخماسية في المباراة الأولى ضد فايبرز الأوغاندية وطمأن مدرب رجاء صار الفريق حينما صرح بأن لاعبي سيحاققون نتيجة إيجابية من قلب طنزانيا ترجمة نانسي قنقر